اشهد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام بدور المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وارثها الديني والتاريخي والحضاري العريق ونهجها البناء والمستنير في خدمة الحرمين الشريفين ونصرة الاسلام والمسلمين ونشر ثقافة التسامح والاعتدال ومواقفها المشرفة في مساندة الاشقاء والشعوب الفقيرة والمنكوبة وترسيخ الامن والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم وتقدم الرميحي في تصريح لوكالة الانباء السعودية واس بأطيب التهاني والتبركات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وحكومته الرشيدة والشعب الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين وأكد وزير شؤون الإعلام وقوف مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى في دورها الريادي لتعزيز العمل الخليجي المشترك وقيادتها الحكيمة للعالم العربي والإسلامي تقديرا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة وإيمانا بوحدة الدين والدم والهدف والمصير وأشار سعادته إلى تضامن البحرين والعالم العربي والإسلامي وتأييدهم لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها والدفاع عن مصالحها وتأمين حدودها ومنشآتها الاقتصادية والنفطية والحيوية وحماية مقدساتنا الإسلامية والسهر على أمن وسلامة أبنائها ورعاياها وزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين في مواجهة المخططات الإرهابية والاعتداءات الإجرامية والتصدي لكل من يحاول المساس بها ومساندة جهودها المباركة في محاربة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله وأعرب سعادته عن تفاؤله بإنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي في يوليو الماضي وأهميته في تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية بين المملكتين الشقيقتين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإعلامية مضحا أن الرياضة هي أكبر شريك اقتصادي وتجاري وسياحي للمنامة بتبادلات تجارية غير نفطية تتجاوز ثلاثة مليارات دولار سنويا ترجمة نانسي قنقر